سيحدث لك في الأسبوع الأول من شهر ثمانية آب أغسطس عام 2004 وعشرين سنقرأ من البرج الرائع جداً صاحب الصفات المميزة لديه ابتسامة كالسحر قادر من خلالها كسب القلوب الأشخاص اللي حوله هو شخص قادر أتوقع الأحداث القادمة فلديه حاسسات سيء قوي جداً تعلمه بالخطر قبل حدوثه أكيد أنا بحكي عن البرج الناري الرائع جداً برج القاس الرجائم للجميع اللايك التجيعي والأشخاص الجدد على القناة ما ينسونا بالاشتراك ومهم جداً نفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى طبعاً للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت اسفل الفيديو في صندوق الوصف ومراتاً بكتبه في التعليقات بتشكركم يا أصدقائي على التعليقات الرائعة جداً بتكتبولي إياها اللي بترفع عند الطاقة الإيجابية كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي لنرى كيف الأحداث القادمة بإذن الله تعالى احذر من أحد الأشخاص اللي تعرفت عليه بالقاونة الأخيرة وأنت لما تعرفت عليه أجاك شعور أنه يعني هذا الشخص سيء جداً وبإذن الله تعالى ستأتيك رؤية فيه وأنا بتحدث الآن هذا الشخص ما رح يتوانى بأذيتك أو يقوم بأعمال ما خلف الطبيعة مثل الأعمال السحرية والأعمال السفلية بهدف تدمير حياتك الله يحماك بحمايته ويبعد عنك كل مكروه تشتد الخلافات بينك وبين الحبيب وخصوصاً تغير المفاجئ بالقاونة الأخيرة وقد تشعر أنه في عنده علاقة ثلاثية بخفيها عنك بس ما في عندك دليل ملموس بخصوص هذا الموضوع ستحاول أن تراقبه وأن تسئله بشكل مباشر هو سيراوغ وما راح يقول لك الجواب اللي بريح بالك وبخليك تأخذ القرارات من الفترات القادمة ستحاول أن تستخدم طريقتك اللي هي الرائعة جداً اللي هي القراءة ما بين السطور فأنت شخص ذكي جداً بالفترة وقادر من كلمة واحدة تعرف ماذا يدور برأس الشخص اللي أمامك ساعتها راح تتجاوب على العديد من الأسئلة التي تدور في رأسك وبتقدر تأخذ القرار الصحيح بخصوص هذه العلاقة وبتقدر أيضاً تستعين بأحد الأشخاص من أفراد العائلة تطلب منه النصيحة بخصوص هذا الموضوع وما راح يبخل عليك بالنصيحة التي تدفع بمصالحك إلى الأمام وينصب اهتماماتك أيضاً على الرفع من دخلك المادي لأن تزداد عليك أعباء الحياة من المسئوليات والمصاريف هذا الموضوع بخليك نكتركز على الأمور المالية بهدف أنك ترفع من دخلك المادي وستنجح وخصوصاً بالأعمال الإضافية خلاف العمل الأساسي لأنك قائم عليه أنك تأخذ بعض المبالغ الجيد جداً تدخلك تحسين على وضعك المالي والحظ يبتسم لك أيضاً في الأمور المشتركة بينك وبين الأشخاص الآخرين هناك أفكار ومشاريع رائعة جداً تدور في رأسك أنت نفكر فيها مسبقاً ولكن ظروف الحياة مخليتك ما تقدر تنفذ هذه المشاريع على أرض الواقع تتردد أنك تحكي هذه الأفكار وهذه المشاريع على الأشخاص المقربين من حولك الذين عجبوا بهذه الأفكار وهذه المشاريع سيحاول يتقربوا منك بهدف أن يكونوا الشركات تعود إلى قائلهم بالنفع وبالدخل المادي الجيد أما في الأمور الصحية قد تتعرض لبعض الأعراض الغير اعتيادية مثل آلام في الرأس وآلام أسفل المعدة وأيضاً آلام في الرقبة وخصوصاً أول ما تستيقظ من النوم تشعر أنك مش قادر تقوم بمهامك اليومية حاول يا مولود برج القوس أنك تخلي أمورك الصحية هي أهم أولوياتك والأشخاص بتعرضوا لهذه الأعراض الغير اعتيادية ما يترددوا أنهم يذهبوا للطبيب ويعملوا الفحوصات اللازمة ويتطمنوا على نفسهم لأنهم يا أصدقائي كل شي بتعالج بخلصوا بروح طب وللما بتعالج اثق تماماً يا أصدقائي أنه بالثاقم وبزيد اعلم يا صديقي مولود برج القوس إذا راحت الصحة راح كل شيء أما المتزوجون لقد تجاوزوا فترة كانت مش سهلة عليهم وخصوصاً أنه كان يكثر من حولهم الأشخاص اللي ينظروا إليهم من نظرة الغيرة والحسد وكانوا دائماً يحاول يزرع الفتنة بينك وبين الشريك بهدف أن يصير انفصال ولكن استضح الصورة أمامك ورح تعرف هذول الأشخاص على حقيقتهم أنهم حاطين أقنعة ومزيفة ما رح تتردد ابطردهم من حياتك بشكل نهائي لكي تلتفت لعائلتك تدفع بمصالحك إلى الأمام أما الأشخاص اللي عندهم أولاد سيقوم أحد الأولاد بإنجاز رائع جداً تفتخر فيه مولود ورج القوى ستتلقى اتصالات من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين من حولك أما العازبون ستكون فترة صعبة شوي عليهم وخصوصاً المنفصلون صاروا يشعروا بالوحدة رغم كترة الناس حولهم هذا بسبب أن العديد من الأشخاص اللي خيبوا أمالهم بطل يثقوا بأي شخص من الأشخاص اللي حولهم أو اللي تعرفوا عليهم بالآونة الأخيرة هذا الموضوع رح يخليك تركز على أمورك المستقبلية تركز أنك تقوم بإنجاز رائع جداً تفتخر فيه أمام أفراد العائلة والأصدقاء المقربين بهدف أنك تثبت لهم أنك قادر تواجه الدنيا لوحدك بدون حبيب أو شريك واستنجح بإثبات جدارتك أمام الأشخاص اللي من حولك تلقى تصلات رائعة جداً ترفع عندك الطاقة الإيجابية وتزداد طاقتك بنفسك تكثرون من السفرات القصيرة والتنقلات بين المدن ستكون أغلب هذه السفرات أعمال إضافية خلاف العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه ستكون أغلبها فيها مبالغ جيدة جداً تدخلك تحسين على وضعك المالي من ناحية ومن ناحية أخرى تتعرف على أشخاص رائعين جداً ترتاح لصحبتهم هذا الأشخاص تتحدث معهم بأمور رائعة جداً بثير اهتمامك وفضولك هما سيكونوا مقربين لديك بالفترات القادمة وخصوصاً هما بخلوا عليك بالنصيحة اللي تدفع بمصالحك إلى الأمام حاول يا مولود برج القوس أنك تحذر في الطرقات المفتوحة إذا كنت سير على الأقدام أو في مراكبكم الخاصة اعلم يا صديق مولود برج القوس أن الحادث عبارة عن ثاني وحده لسمح الله ممكن يصير معك بسبب الأفكار والمشاريع التي تدور في رأسك بتسبب لك سراحان وتخليك بشي مركز على الطرقات العامة فحاول قدر المستطاع أنك تكون أكثر وعياً في الطرقات المفتوحة من ناحية أخرى تزداد نشاطاتكم الاجتماعية وخصوصاً على مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتساب وأشياء من هذا القبيل وتتلقى من شراتك العديد من الإعجابات من أصدقائك الجدد وأصدقائك القدامى حاول الانتباه في التعامل أي مبلغ مادي بير وخصوصاً أن هناك بعض الأشخاص سيحاولوا النصب عليك بهذا المبلغ سيحاولوا أنهم يغروق بعض الأمور أنك تقوم فيها ولكن هذول هدفهم النصب عليك يا مولود برج القوس فإتقي شر من أحسنت إليه وهذول الأشخاص كالثعبان بحياتك في ناس كثير بتحكي عن مصطلح التعبان بس ما أحد أفهمه يا أصدقائي خليني أشرحه للأصدقاء الجدد الشخص الكالثعبان اللي هو أمامك بتحسه كالملاك وممكن أحسن الأشخاص إليك بس بيستنوا نف وجهك ما رح يترددوا بغدرك وخيانتك ويستخدموا أسرارك كأسهم ويرنونك بها أما الأشخاص اللي عندهم أمور كامتحانات داخلية أو خارجية أو عندهم مطالعة رح يبلوا بلاء حسن وسيحققوا نتائج رائعة جدا يتفوقوا فيها على جميع الزملاء اللي من حولهم يطلقوا اتصالات أيضا رائعة جدا كتهنئة من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين وإن شاء الله دائما سيكون النجاح حليفك فأنت شخص ذكي جدا وقادر على دفع بمصالحك إلى الأمام لنكمل يا أصدقائي بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم باختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر الشهر اللي ما بيحالف الحظ هذه المرة ما يزعل إن شاء الله بفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون أحد الرابحين معي بهذه القراءة أما للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحتس في الفيديو بصندوق الوصف مراتا بكتبه في التعليقات أما الأشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة قراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا وتوقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى وملئة بالنصائح اللي بتدفع بمصلحتك إلى الأمام وإذا كان في موضوع معين أو مشكلة معينة أو متعرض للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية نتناقش فيها بشكل مباشر وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل دائما يا أصدقائي لكل داء في بإذن الله تعالى الدواء الشافي كل الحب التقدير لكم يا أصدقائي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل أو أفضل